تأهلتو تحق تأهول قلب ليبيا تترجعو كيل بريم الحاج آه فعلا فعلا وما بكل صراحة في مقاسين ديما فعلا راح نديمك سنضروا على المسألة ده في أوروبا بنسبة المحترفين عندهم مسائل دير مضبوطة كنا رجل موندات ترير دي لبريم ودكشي الباغير ما تدخلش علشان قبلا باللتجوم و لقد ربحت أردت جميعا ساعدم من وجود أحسن وساعدتم البنس ديما كيفا مرحبا في البريم ديما في البلاد من المستقبل أنه كان مدعي في فاريا والمغاية سيقول له هذا الجميع وما تقول لك إذا لم تقوم بإمكانك المنطنة سيكون ممتعاً الحمد لله سيكون جيدة فعلا نعود على هذا الجميع ونرى ما سنأخذه من تقليب هذا ونرى إلى تقليبنا ونأخذنا إلى خالفنا ونأخذنا إلى خمسة المليون نعطى لنا ثلاثة المليون ونعطى لنا جزء المليون وعندما نرى ذلك وعندما نرى ذلك كانت سندي بأت سندي بأت مقاع كانت توجد خالج كامل فيها كانت تركوا معنا لكي يقوموا بقاطعنا لأينا التصليف وكانت تفاجئون وإننا التصليف وكانت تساينون بقاطع الأمور كانت تزرع ولكن بعد ذلك كانت تزادوا لنا التصليف هنا تبدأ نتخلص في مباراية مدية ربما مباراية مدية لخلقات الشك وسيطل الجمهور المغربية تتخسروا مع إسبانيا حرف بق ثلاثة لصفر تتعدمها بالغارية ثلاثة لصفر تخسروا مع إيرلندا جل واحد وهي التي خسرنا فيها اللاعب ثلاثة لثلاثة خسرنا فيها اللاعب دريس باديدي أصبح هناك ربما هجوم إعلامي شوية بأن المنتخب لا يشرف ناكل مدرس حرف سبعين إلى آخرين ولكن طرح مشكلة أخر وهو ديال التشكيلة عن النخص يكونوا محترفين كيف تتحلل هذه الإشكالة؟ أنا أظن أن تتحلل بعض المسألة بسيطة لأن هناك يوقع سينافوس خاصة ندخل من أجل الإجراء لأنه يستحق بأنه يكونوا ديمقراطية مع نفسنا كيف تتحلل هذه الإشكالة؟ كيف تتحلل؟ كل شيء يتحلل. لا صحافة، لا جمهور، لا مسؤولين لا تتحلل إخوض الأشياء أعصا على أن أسألنا أولا في المواجهة طلبنا إلى أن نهضره فيها ، ومع فريا أردت أن نعرف من أن يكون من تدعونا كانت أغلقتهم مع العباء كانت أغلقتهم وعودتهم مع اللعباء وعودتنا وعودتنا وانتصرنا على يوم ثلاثة واحد وفعلا وقع ويقعنا وقعوا وقت المتطور وقد كانت هناك حدث نحن نريد أن نشي وقعنا ونظروا على المسائل وقعنا 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 وقتا و كانちady مح achieving أعرف أن مختمات ذكر جز plot و هنف lodت évidemment مح ايدي و هنفت بأيدي و لكن ابو قد اتقال ف dage compare معي الله ومأي شي كيف أجل كيف أ lekker الأقديمُ معك فلأيog للنوم أقول bright قال طبعا وانا كنت تخسره وانا كنت تقول لسي دي سوف نحص في الدورة مشي دابا تاني جو عند فامو وفعلا ملي جز مشيت لان دودر شتنقلب عليه تلاقي تانوية عانونا قال لي يا عوزي دباعي لو ليني من اللي تتكاليفينها جي لغدغة دي مشو غان صافره غان صافره تقريبا قول ما الحضاش في دك الصبحية دو نالفاس أي تماما دو نالفاس استقبال ملاكي استقبال ملاكي رسميه وطبق الله المالكي بتعليم الدين ورحمة الله علي وحفزنا وشجعنا ودعمنا باش الحمدلله نكونوا في مستوى طلب مننا اننا نديروا شغل مجهود دينا نفوتوا المجهود دينا على الأقل باش نشرفوا الكورة الغربية والكورة الإفريقية والعربية ونبانوا بوحد المشهد اللي هو يوردي الجميع ومشيتوا لمكسيك؟ ولكن قلما تبدأ مشكلة الأحذية أحذية باش تلعبوا أحذية باش تلعبوا أو العلامة التجارية رادية تكون فيها شنو وقع بالضبط السيلحاش؟ مهم كان واحد الخلاف غير فيما يخص لامارك فيما يخص لامارك فيما يخص لامارك فيما يخص لامارك سوريا كما يخص لامارك أحذية 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 كما يحذية أحذية 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 ملسكاليفينا اسمه المغرب العربي السعد 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 أحذية 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 ممتاز تدخلوا كأس العالم ربما هذا حدث هذا كأس العالم كانت الظروف غير عادية تلاعبون مع هذي مباراة الأولى بولونيا ثلاثة ثلاثة سعيدة أعطتكم أثقاء مباراة في إنجلترا بالطبع لذلك نتكلم نتكلم أول مقابلة ستكون ستستمر نتكلم ستستمر ستصعب لك المقابلة بالنسبة لي نحن نحن ملزمين خطة دفاعية محضة ونرى ثلاثة 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 قوموا بسيطة ونزل لديهم لعبين كثيرا كبونياك وكادوشا كبونياك وكاها كبار يمكنني أن تذكر أن مضيك من جهة الخير مصفقة خيالية نعم، كان لعب كبير تنتهي بـ 0-0 نحن في المغرب محفظين أنه يتلعب مع انجلاطيرا تقريباً السيستام أمام لاعبين كبار كما نقولون لينيكر شيلتون وودس بارنس تتلعب صفر صفر نتخلقوا لكي سألت مجتمع مباررة ضد الانجليز هذه أصعب مبارئة للاعبتها أنا شخصيا لأن أنا لم أكن محضور في كاس لأعلان من خلال هذه المبارئة لعبت مع لاعبين أقوية بكل صراحة بونيات، لينيكار، جوميز، وفولار، ورومينيكي بجوجة تنوب كنت لاعب مع هاتلي كنت لعب في تورينو لعب طويل مالكي قدامي راعتيا لا يجعل الله لا يمكن أن نرى ما يلقى وعذبونا بسميته لأنك تعرف نجليز عندك لفوتبول دي كي شفتكوغة من هنا تقريبا تعددت لنا لزاكيلة ودرنا رأسنا بك أرجاء 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 كانت مقابلة قوية وفعلا العابة كانت في مستوى عالي وكانت قرب هذه المناسبة ظلمي وتيمومي وبودربالا وبودربالا لا يمكن أن يتبعه ولكن ولكن اللي لعبتان يعود دور كبير والتيمومي تيمومي كان مراقب من طرف اسميته ويلكنز لدرجة أنه ضربوه وخرج بورقة حمراء إذا كدروا كانت تستردو ذلك ولي لم يلعبوش لعبو تقريبا 21 تيمومي راجع من الإصابة وكانت عنده طريط مو خاص وشأنه يتأهل لدرجة أنه تفارية وكانت عنده حصة صدريبية خاصة به إذا رجع معك القضية للتنبؤ للحسن الثاني بالنسبة جاءت المقابلة للبرتغال اللي حقاً هو كيفما كان الحال إحنا كنا سعيدين إنا تكاليفينا ومسألة حرارة لا تكاليفينا بحراء بحراء لعبتهم مع نقليز 0-0 بحراء تلعبوا مع البرتغال آه فعلاً هذا رجع الأصافي مرحلة قبل والبرتغال إحنا دخلنا بكل صراحة ولكن اللقاء أنا درت على الملك حسنتيني وش فعلاً تنبؤ أنكم تفوزوا على البرتغال ماذا كانت المناسبين وماذا كانت الاتصال هاتفي أو اللقاء دونة دونة السفارة ديال ديال الإماراتي اللي كانت شاغجي ديزافر كانت قائنة الأعماد المغريب تماماً وفعلاً هضر معنا على كاب بارلور وذلك شي بأنه مقابلة وهذه وهذه وخصكم تحمرون وجهنا ورشعب كين تصدركم وذلك شي وادا وهذا شي ضار بالنسبة بينه وبين فريع فريعاد مباد قالوا كونديرها هذا سمجستي وأعمر باش تغيروا واحد اللعاب وذلك شي باش تكون على الأقل باش يحصن الدفاع لو خيري لأن بفضل الحسن الثاني باش خيري العبادي كل مقابلة وشجل بفضل من سيدنا الله يرحمه باش باش سمجستي وخيري تقريبا عنده دوسي لجو يمكن تلعبوا ديفونسور يمكن تلعبوا أطاق لأن في كأس فلسطين كان مدافع وسط مدافع وسط كان حدث غير عادي هنا في مغرب تأهلوه أول مرة الدور الثاني في كأس العالم تجي المباراة ماشي سهلة أمام ألمانيا